اعدمت السلطات الايرانية ستة معتقلين في سجون عدة بعد محاكمات وصفها ذو المعدمين بغير العادلة وكان النظام الايراني قد اعدم امس سجنين في سجن جهور دشت بمدينة كارج وتم اعدام سجنين في سجن اورميه في اليوم نفسه اضافة الى اعدام سجن اخر في ساحة سجن تبريز مركزي فضلا عن اعدام سجنين اخرين الاسبوع الماضي في سجن جهور دشت وكانت منظمات حقوقية قد اصدرت تقارير بشأن عقوبات الاعدام حيث صنفت ايران بالدولة الاولى على مستوى العالم من حيث اعداد الاعدامات